موسيقى محياكم الله مشاهدين الكرام أسعد الله وقاتكم بكل خير أهلا ومرحبا بكم مع برنامج المؤشر وهذه فترة ثانية نتابع فيها معكم ختام تداولاتنا على هذه الجلسة وكذلك حالة هذه الاستقرار ونزول السيولة إلى ما دون جلسة الأمس وسيولة الأمس نتابع إن شاء الله معكم تفاصيل هذا الاستقرار في فترة المزاد وما بعدها من خلال زميلنا عايد لعنزي من استديهاتنا في بورصة الكويت حياك الله عايد مساء الخير مساء الخير رائد مساء الخير مشاهدين الكرام أهلا وسهلا بكم فعلا رائد هي جلسة سلبية الغاية لحظنا قلة السيولة وكذلك انخفاض واضح في معظم الشركات الغيادية وكذلك كثير من الشركات السوق الرئيسي لكن المضاربات بازالت حاضرة على كثير من الشركات التي تراجعت في الفترة الماضية اليوم وضعيتها أفضل من الأيام الماضية لذلك لحظنا بعض الشركات اليوم برتفع التفاع الجديد أفضل من الأيام الماضية خاصة الشركات الرخيصة والمتوسطة اليوم بدت فيها عملية الشراء الإيجابي خاصة أبار اليوم فيها نشاط واضح في ويتشاركيدي فيها نشاط جدا طيب وبعض الشركات التي صعدت أمس استكملت نشاط هذه الجلسة نذهب سوية المشاهدين للكرام لقاعة تداول ونشوف اللحظات الأخيرة في جلسة هذا اليوم ونأمل التوفيق للجميع ونأمل إن شاء الله أن تتحسن الأمور الأفضل والوضعية تتغير إن شاء الله إلى إيجابية في نهاية هذه الجلسة رابع جلسات هذا الأسبوع إلى قاعة تداول وإلى الإغفالات مشاهدين الكرام أو إلى المزاد إن شاء الله عشان تحدد بعض الأمور ونشوف وضعية بعض هذه الشركات هل تتغير ولا لا ونلاحظ مشاهدين الكرام فعلا عندي اليوم يعني وضعية يعني بعض الشركات راح تتراجع أكثر في عروض على بعض الشركات في عروض واضحة عندي متراجع والسيولة عندي 39 مليون ومئة وستعش في هذه الجلسة لذلك مشاهدين الكرام لم يتبقى إلا تقريبا دقيقة ودقيقة وشوي على أغفالات المزاد ولكن قاعد أشوف هنا في تراجعات واضحة لهذه الجلسة خاصة لشركات القيادية ونلاحظ مشاهدين الكرام في نهايتها حاليا قاعد أشوف في الوطني العرض أكثر من الطلب الوطني العرض أكثر من الطلب بالنسبة للوطني وكذلك نلاحظ الخليج العرض أكثر من الطلب والله العرض أكثر من الطلبات كذلك بيتك يعرض بالحد الأدنى مليون ومتين ويطلب بالحد الأعلى 654 نلاحظ الضغوط البيعية حاضرة الضغوط البيعية حاضرة مشاهدين الكرام على كثير من شركات السوق لذلك الوضعية السلبية للغاية لبعض الشركات السلبية موجودة مشاهدين الكرام على كثير من شركات السوق في هذه الجلسة لذلك قاعد نشوف يعني التراجعات ستكون حاضرة في نهايتها ولم يتبقى مشاهدين الكرام إلا دقيقة لإغفالات المزاد في هذه الجلسة ونلاحظ متراجع السوق الأول خمسة نغاط وعشرين نقطة والسوق الرئيسي متراجع ثمان نغاط وسبعة عشر نقطة والسوق العام خمسة نغاط وسبعة عشر النقطة الوطني طبعا صاعد ثلاثة فلوس والأهلي صاعد فلس ولكن في ظل هذه الضغوط البيعية لا تشارح يصير أمانك من بين معاي لكن بيتك لا الضغط البيعي واضح مليون ثلاثمية بالحد الأدنى والطلب بالحد الأعلى ستمية واربعة وخمسين كذلك نلاحظ المشاريع راح تراجع أكثر معرض بالحد الأدنى ميتين وثاث وخمسين ألف ونلاحظ كذلك مشاهدين الكرام والله يبقى كثير من الشركات تعرض بالحدود الدنيا تعرض بالحدود الدنيا ولكن الطلبات بعضها أكثر بوبيامة كماوية راح يفقد المكاسب وسوف يتراجع في نهاية هذه الجلسة كذلك نلاحظ مشاهدين الكرام التجارية العقارية تعرض بالحد الأدنى ميتين واربعة وخمسين لكن في طلبات تحت بوبينا معاي زين تطلب بالحد الأعلى ميتين وسبعة وثلاثين تعرض بالحد الأدنى أربعة وميتين واربعة يعني قاعد نشوف ضغوط بيعية واضحة مشاهدين الكرام في نهاية هذه الجلسة ضغوط البيعية حاضلة أما بالنسبة للشركات اللي عندي خصوصية ممكن تتراجع بهذه اللحظات الطلب بـ 13 والعرض 109 التجاري كذلك متراجع في السين ما راح يتغير شيء حتى هذه اللحظة ونشوف معاكم مشاهدين الكرام إيفا 330 الطلب أفضل من العرض نوعا ما هل ترح تعد المادي ولا مبين معاي لكن في شركات أخرى فيها تراجعات واضحة في نهاية هذه الجلسة ودشين المزاد وننتظر ماذا سوف يسفر عنه مزاد هذه الجلسة مشاهدين ونلاحظ في هذه الجلسة بعض الشركات فيها إيجابية أمانة لكن الشركات لا والله سلبية حاضرة عندي دخول غو جدا على راسيات اللي صعدها 15 فلس وفيها دخول غو جدا في هذه اللحظات كذلك على راسيات راسيات وضعية جدا إيجابية الإماراتية كذلك نشوف معاكم مشاهدين الكرام ولا تكافل تعرض بالحد لدينا 67 لكن صعدها 8 فلوس في هذه الجلسة نلاحظ إذا راح يصير مع هذه الجلسة مشاهدين والوضعية بعض الشركات راح تتحسن للأفضل وشركات لا والله تتراجع أرجان راح تتراجع أكثر أرجان راح تتراجع ممكن 5 فلوس في نهاية هذه الجلسة وقاعد نشوف معاكم بعض الشركات الأخرى مشاهدين يعني نشوف آبار وضعية جيدة الطلب أفضل من العرض فنادق العرض أكثر من الطلب ها هي الإغفالات مشاهدين الكرام وتتعمق الخسائر وتتعمق الخسائر في نهاية هذه الجلسة وتتعمق الخسائر في نهاية هذه الجلسة 14 نقطة للسوق الأول 12 نقطة للسوق الرئيسي و13 نقطة للسوق العام فيما الوطني حافظ على المكاسب فلسين والأهلي حافظ على المكاسب زاد فلس فلسين فيما بيتك اللي تراجع فلس وبرقام فلسين وبنك بوبياني تراجع فلسين وكذلك نلاحظة كويتية بصعود فلس فيما الاستثمارات الوطنية تراجعت فلسين والمشاريع كذلك تراجعت 3 فلوس المشاريع في نهاية هذه الجلسة وأرزان لصعدة فلس وأعيان صعدة فلسين الامتياز 13 الفلس عقارات الكويت فلسين صعودا والصالحية 5 فلوس صعودا فيما المباري بتراجع التجارية العقارية فلسير والصناعات الوطنية بفلس الكيبلات على تراجع بوبيانا بتكماويات ب5 فلوس صعودا السفن على استغرار جيلتي 12 فلس جيلتي تكسر حاجة 300 فلس جيلتي تكسر حاجة 300 فلس جيلتي فيما زين متراجعة لكن هيمونسوفت 16 فلس صعودا الجزيرة وجي اف ايش بتراجع استي سي بصعود لكن ميزان متراجعة والمتكامل 4 فلوس والبورصة 19 فلس والغانم 8 فلوس تراجع لحد الآن مشاهدين الكرام هذه الجلسة هي جلسة غير واضحة المعالم أمانة جلسة والوضع العام ضبابي في النسبة للضاعة الجو سياسية حاليا ذلك قاعد نشوفه هنا بعض الضغوط البيعية على كثير من الشركات القيادية رقم علان نتائج المالية للقطاع المصرفي يعني 4 بنوك أعلنت فيما الحين نتائج المالية جدا إيجابية في نمو في الأرباح مع تفاوت النمو ولكن في نمو في الأرباح لهذه الشركات القيادية إذلك لاحظنا مشاهدين الكرام لم تتجاوب هذه الأرباح بصورة واضحة مع هذه البيانات مع صعود الأسهم ونلاحظ مشاهدين الكرام أن هناك ضغوط بيعية مستمرة وخاصة على إيجيلتي التي أترت بدورها على حركة التداول في السوق خلق شوف معكم السوق الرئيسي في نهاية هذه الجلسة والسوق الرئيسي هل تغيرت بعض الشركات هل صار في دخول على شركات أخرى يبين معي في هذه اللحظات لذلك نذهب للسوق الرئيسي مشاهدين الكرام ونشوف الوضع العام اللي صار في هذه الجلسة خلنا نبدأ من تحت جي تي سي التراجح 4 فلوس المنار متراجح 2.9 المواشي اللي صعده في لسين فيوتشار كيد اللي صعده 12 فلس تخوله غوي جدا عن فيوتشار كيد فيوتشار كيد اليوم الخميس الماضي كان تاريخ الحيازة تفصق الأحد صعد فوق 12 فلس مشاهدين الكرام يعني تفصق على 23 وعشرين ولم نتحدث عن 12 فلس برافو فيوتشار كيد برافو أمانة الصعود غوي جدا جياد بعشرين فلس المواشي فلسين المنتزات فلس وعشر الفلس صعود لكن تقدم السور على تراجع ومشاعر بارتفاع وأسس بتراجع مع يوباك النخيل بارتفاع ويفا فنادق اليوم في المنطة الخضراء بـ 11 فلس وأبار بصعود 6 فلوس في هذه الجلسة التحصيلات وامتيازات بصعود بيت الطاقة والتخصيص في المعامل بتراجع والرابطة بارتفاع لكن عندي أريدي وعربي غابضة بتراجع مركز سلطان ثلاثة فلوس والبترولية عشرين فلس وسينيرجي فلس وثلاثة عشر الفلس وأربا كابيتل بتراجع استلاكية بفلس والمعدات بارتفاع وكذلك السكم وكذلك المعادن والورقية لكن تراجعت بورتلن ثلاثة وستين فلس ونلاحظ مشاهدين الكرام مراكز بارتفاع ولكن ميناء المتراجعة مدينة الأعمال فلسين فاصة واحد صعودا وأرجان بثلاثة فلس فاصة سبعة تراجعا أركان بتراجع فلس فاصة سبعة في نهاية هذه الجلسة تجارة بتراجع لكن عندي مزايا والعقارية وأعيان العقارية جميعهم في المنطقة الخضراء سنام لسعادة أمس صعود جدا طيب واستكملت النشاط ببداية الجلسة لك تراجعت اليوم ثمان فلس وكذلك الإنماء وعربية عقارية المتراجعين في هذه الجلسة فيما التمديل العقارية بارتفاعه كذلك المتحدة في من الوطنية العقارية اليوم مستوى 96 فلس وثاق بتراجع ولتكافل صعود 10 فلس وربل التأمين بصعود 3 فلس فيما كنت للتأمين بتراجع 13 فلس واسية المتراجعة بنص فلس والإماراتية بصعود فلس 2.8 وراسيات 16 فلس لراسيات بطلوبة راسيات 16 فلس بطلوبة راسيات ونور كذلك بارتفاع فيما سكوك على تراجع وصفات بتراجع ومدار بتراجع ونكاب بتراجع وطالية دولية القابضة بتراجع وصول بارتفاع واللاحظ كذلك إيفر المتراجع 3 فلس والساحل المتراجع نص فلس والتأمين بصعود 3 فلس عيادة الميدان اليوم 35 فلس تراجعا والخصوصية وكذلك التجاري بتراجع واضح ننهي هذه الجلسة بسيولة 44 مليون مشاهدين الكراب وخمسين وتراجع لجميع المؤشرات وانخفاض السيولة عن الأيام الماضية ذلك نعمل مشاهدين الكرام إن شاء الله جلسة الغد جلسة تقفالات الأسبوعية أن يكون الوضع أفضل ونشوف نهاية الأسبوع أفضل من هذه الجلسة ونتمنى دائما التوفيق للجميع وكل شكر لك رائد وكل شكر لمشاهدين الكرام شكرا لك عائدتك العافية إذا ومشاهدين الكرام هكذا تابعنا معكم ختام جلستنا لرابع جلستات هذا الأسبوع على هذا النحو المتراجع السيولة ضعيفة أثرها أيضا كان محاولة الاستقرار حتى ساعات تداول الأخيرة لكن أيضا رأينا الأخضر على جميع المؤشرات انطلاق المؤشر السوق العام ثم مع ذلك تتبع السوق الأول والسوق الرئيسي دعونا نأخذ رأي ضيفنا من داخل السيديو دائما في كل وقفة يوم أربعاء مع نائب رئيس أول في إدارة البحوث والاستراتيجات استثمارية في شركة كامكو نفس الأستاذ رائد دياب بحيك الأستاذ رائد أهلا وسهلا فيك أهلا حيك شكرا للصباح بشي يتغير عن أنس وكذلك جلسات المرحلة الماضية وجلسة اليوم شفنا تعافي منذ جلسة يوم الخميس شفنا ثلاث جلسات تعافي صعود جيد بالأمس كانت محايدة اليوم ضغوط باعية طفيفة وأثرت على مؤشر السوق الأول والعام مؤشر السوق العام منذ نامس الأسبوع الماضي أدنى مستوياته منذ الثالث من يناير الماضي صححة إلى الأعلى إذا ما تكلمنا فنيا الآن لدينا مستوى قاع عند 6894 تقريبا هذا بالنسبة للمؤشر العام ولدينا الآن مستوى قمة عند 7492 الآن التوقع أن يستمر بهذا النطاق لحين ظهور محفزات جديدة إذا ما استمر في الصعود من مستوى القاع المسجل في الأسبوع الماضي سنرى الآن هو صحح أكثر من 25% سنرى إذا رأينا مزيد من الصعود سيلامس المستوى 7120 وهو 38% من الهبوط الأخير وإذا ما تعدها سنرى على السوق العام أو الأول المؤشر السوق العام العام نعم وإذا ما تخطى 7120 سيصل إلى 7190 وهذه نسبة للخمسين في المائة من التصحيح إذا ما تكلمنا عن القيمة السوقية تعافت بعض الشيء لكن كانت في المنطقة السلبية منذ بداية الشهر الحالي مع جلسة الأمس تراجعت بنسبة 6% أما منذ بداية العام فعدلت أوضاعها فالآن هي في المنطقة الإيجابية بارتفاع 1.6% إذا ما تكلمنا عن القطاعات الرئيسية معظمها منذ بداية الشهر هي في المنطقة السلبية إذا ما تكلمنا عن منذ بداية العام فمعظمها في المنطقة الإيجابية باستثناء قطاعي الاتصالات والصناعة حاول السوق الصعود نوعا ما حاول أن يرى اللون الأخضر من جديد بعد التراجعات الدامية الليمونية فيها في يوم الثلاثاء الماضي وكان هناك أيضا تراجعات شديدة على وقع أجلتي وأيضا وأحداث أجلتي التي حدثت في الأسبوع الماضي تأثر السوق الأول نعم لكن رأينا أيضا بصيص أمل محاولة إلى الارتداد في جسد الأمس هل معنى ذلك أن السوق يحاول العودة مرة أخرى إلى مسارها الصاعد الصعود التي شفناها والتي لامس أعلى مستوياته كما ذكرت بالنسبة للمؤشر السوق العام 7492 عندما وصلنا إلى هذا المستوى توقعنا في حلقات سابقة أن يكون هناك تصحيح لكن تصحيح كان جدا قوي وذلك مع استحقاقات بعض الأسهم مع الهبوط القوي لأجلتي لكن الذي أثر بشكل قوي أيضا الهجمات الهجمات الإيرانية على الكيان الصهيوني ومخاوف من هذا الوضع الجيوسياسي أيضا طبعا فلما طبعا خلصنا أو تلاشت هذه المخاوف رأينا مرة أخرى صاعدت المؤشرات والسيول أيضا أيضا هناك يعني انتظار ل نحن الآن انتهينا من الربع الأول وهناك انتظار للمزيد لإفصاحات الشركات المدرجة رأينا بالأمس بنك الكويت الوطني أرباحه في الربع الأول صعدت بنسبة 9% بوبيان 21% رأينا بنك وربع تقريبا 10% فهذه أمور أو محفزات كل جائعية لكن في نفس الوقت بالطبع سيكون هناك ترقب للأوضاع الجيوسياسية في المنطقة المزيد من الأفصحات الشركات في الفترة المقبلة وخاصة أن لدينا أرباح جدا ممتازة وتوزيعات جيدة عن العام 2023 المتوقع أن يستقر السوق كما ذكرت لحين وجود محفزات قوية تدفعه المسار العرضي هذا ليست فقط المؤشرات التمر فيها حتى أسعار النفط التمر فيها عنده مستوى 80 دولار رغم ذلك نلاحظ تقلبات في السوق هناك علاوة مخاطر على أسعار النفط النفط تأثر بصراع الروسي الأوكراني ورأينا منذ فترة الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية النفطية في روسيا أيضا بداية الحرب على غزة وأيضا الهجمات الأخيرة بين إيران والكيان الصيوني هذا أثر صعودا على أسعار النفط ودفعها إلى الأعلى لكن مع تلاشي المخاوف وعدم حصول أي تدعيات تطورات على الشحنات وعلى مضيق هرمز وهذه كانت المخاوف طبعا نحن في منطقة 17 مليون تنتج 17 مليون برميل يوميا فهذه منطقة حساسة فلذلك رأينا الصعود أيضا دفع الأسعار إلى الأعلى أيضا اجتماع أوبك وحلفاء الشهر الماضي والتفق على تمديد التخفضات الطوعية بمقدار 2.2 مليون برميل هذا حزز موقف لحد رأينا بعد ذلك رأينا هبوط لأسعار النفط وذلك مع تلاشي المخاوف أي توسع للحرب وأيضا في ظل عدم رؤية أي بصيص أمل في الوقت القصير لخفض البنك الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة وهذا طبعا يؤثر على النشاط الاقتصادي ومن ثم يؤثر على الطلب على النفط وأيضا فهذا أثر سلبيا على أسعار النفط أيضا الانتاج النفط الأمريكي وهو عند أعلى مستويات التاريخية فأيضا هذا يدفع أسعار النفط إلى الأسفل يعطيك العافية وكل شكر لك نائب رئيس أول في إدارة البحوث والإستراتيجات مالية في شركة كامكورنف أستاذ راضي شكرا جزيلا لك إذا مشاهدين الكرام نعود أيضا ونواصل الحديث مع المحلل الألماني الأستاذ حسن أبو مجداد من استوديوهاتنا في بورصة كويت حوله أداء جلسة اليوم مقارنة بجلسات هذا الأسبوع حييك الأستاذ حسن أهلا مرحبا فيك الله يحييك أخوي رائد رحب فيك وبإخواني مشاهدي تلزيو الكويت أهلا كيف وجدت رابع جلسات هذا الأسبوع بمرورا بالإيجابية التي رأيناها في جلسة الأمس والجلسات السابقة نعم بسم الله الرحمن الرحيم طبعا رأينا مؤشر السوق الأول وصل إلى قاع في تاريخ 14-4 7500 و11 شفنا ارتداد بشمعتين إيجابيتين مدة جلستين بعد ذلك شفنا جلستين من النطاق العرضي طبعا يعني السوق على ما يبدو نوعا ما سعر موضوع الوضع الجيوسياسي حاليا موضوع أجلتي يعني ما زال عليها بيع ولكن نشوف يعني يقابل عمليات البيع عمليات شراء صح يعني في ضغط بيعي ولكن الانخفاضات ما شفنا انخفاضات 10-15% فقط 2-3% ما زال يعني مؤثر على حركة السوق الأمور الإيجابية في هذا الأسبوع إعلانات البنوك سهم بيتك الوطني بنك وربا وبنك بوبيان طبعا سهم البنك الوطني شفنا ارتفاع أرباح بـ 13% بالنسبة مقارنة بالعام الماضي ولو أن موضوع هامش الفائدة نوعا ما يضغط على القطاع البنكي فشفنا ارتفاع إيرادات الفوائد بنسبة 17% وارتفاع المصاريف بنسبة 37% صحيح هناك استفادة من هامش الفائدة ولكن هناك مصادر أخرى جاءت منها الأرباح منها تخفيض التكاليف وإيرادات أتحاب وعمولات بيت التمويل اليوم ضقطت على أرباح موضوع تكاليف الفائدة أو تكاليف المدعين فارتفعت هذه التكاليف بنسبة 53% في حين ارتفاع إيرادات الفوائد بنسبة 17% فشفنا تقريبا الأرباح نفس العام الماضي لديه مصاريف تشغيل زيادة في مصاريف تشغيل بيت التمويل ولكن بشكل عام الأرباح جيدة وإيجابية كذلك بنك وربا وبنك بوبيان هناك ارتفاع في الأرباح واستفادة منها مش الفائدة طبعا يعني يبقى السوق يعني إيجابي حتى الآن ولكن للأمانة أخوي رائد يحتاج إلى مزيد من السيولة للاختراق لأن مثل ما شفت في يوم الثلاثاء جلسة الثلاثاء انخفاض أجلتي والفوليوم الكبير كميات الكبيرة يحتاج إلى مزيد من الزخم لاختراق الموفينج آفريج اليوم نحن السوق الأول يداول تحت منطقة المتوسطات 200 و 200 يوم السوق الأول لديه فجوات في الأعلى يحتاج إلى أغلاقها فكل هذا يحتاج إلى مزيد من السيولة في الجلسات المقبلة إن شاء الله يعني النطاق العرضي مقبول ونشوف الإيجابية من إعلانات البنوك ونشوف إن شاء الله بالتبعية إعلانات أخرى جيدة بيانات مالية من شأنها تعزز أيضا من السيولة بإيجابيتها أسوف البنوك التي أعلنت اليوم نعم يعني بانتظار هذه البيانات المالية الإيجابية لا تنسى أن نهاية يعني بداية العام يعني كانت هناك ارتفاعات إيجابية فاستفادت منها بعض الشركات وخصوصا الشركات التي لديها نشاط تشغيلي فسوف ينعكس على بعض الشركات في الربع الأول فبانتظار الإعلانات للربع الأول ولكن هناك عملية ضاقطة أخوي رائد موضوع الحيازة وتفسيخات الأسهم في هذا العام هناك تأخر كبير في تواريخ الحيازة يعني على سبيل المثال شركة زين توزع في تاريخ 29.5 شركات البحر أغلبها حتى الآن يعني لم تضع تاريخ الحيازة صناعة وطنية وغيرها فهذا الموضوع يعني محل أنظار واهتمام المتداولين فمما أن يقترب تاريخ الحيازة والتوزيع تشوف نشاط نوعا ما على بعض الأسهم اضيف عليها الحركة الإيجابية أو الإعلانات الإيجابية للربع الأول أعتقد أنها ستأخذ بعض الوقت حتى تظهر هذه الإعلانات نعم يطيك العافية وكل الشكر لك المحلل المالي الأستاذ حسن أبو مجداد على هذه إضافات القيمة حول جلسة اليوم شكرا جزيلا لك وشكرا أيضا مصولكم ومشاهد يوم تابعي برنامج المؤش نلقاكم على خير إن شاء الله في تداولات ختام جلسات هذا الأسبوع في يوم الغد دمتم بكل خير ومع السلامة اشتركوا في القناة